في موعد جديد بين بغدادي وواشنطن بحوار استراتيجي مرتقب لإعادة هيكلة العلاقات بين البلدين والبحث عن اتفاقية جديدة بديلة عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعت عام 2008 ملفات ساخنة ستفتح عبر دائرة تلفزيونية تجمع الفريقين لبحث القضايا السياسية والعلاقات الدولية والعسكرية والمالية والتعليم فكل فريق سيبحث مصلحة بلاده دون أن تميل الكفة على حساب البلد الآخر الفريق الأمريكي شدد على ضرورة سلامة الوجود العسكري والدبلوماسي الأمريكي في العراق والحفاظ على هذا الوجود وفق المقاربة الدبلوماسية المرتبطة بالسياقات الاقتصادية والأمنية بينما كانت للقوى السياسية العراقية رأي آخر عندما اعتبرت نصب منظومة باتريوت المضادة للصواريخ انتهاكا للسيادة العراقية وتدخلا سافرا دون الرجوع إلى القرار العراقي إعلان طهران رفضها للوجود الأمريكي والضغط على بعض القوى السياسية العراقية للتصويت على إخراج القوات الأجنبية من الأراضي العراقية جاء بعد يومين من مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية أمر اعتبره البعض تحريك خيوط اللعبة في العراق بأياد إيرانية مراقبون رجحوا أن واشنطن لا تريد الخروج من العراق لأن مثل هذا الانسحاب يعد انتصارا استراتيجيا لإيران بل تسعى إلى مواجهة وتقليص النفوذ الإيراني في العراق خاصة بعد استهداف المصالح الأمريكية بصواريخ لفصائل مقربة من إيران العراق اليوم بين تهديدين الأول من طهران بالضغط على أن يكون العراق ساحة لها والثاني من تنظيم داعش الإرهابي فهل سيكون القرار العراقي على قدر المسؤولية؟ الساعات المقبلة هي من ستكشف عن الإجابات ترجمة نانسي قنقر